نصل اللحظة إلى الفقرة البيئية الأسبوعية مع ناديا اليوبي ناديا إذن أعتقد بأن الفقرة سنخصصها اليوم لدور المدرسة والتربية على البيئة هذه التربية التي طبعا تنطلق من الفصل الدراسي ولكن شريطة أن يكون الفصل الدراسي مهيئ بالشكل يعطي للتلميذ هذه الرغبة في الدراسة وبين قوسين نعطي مثال للمناطق أو القرى البعيدة مثل في الجنوب اليوم خاصية هذه الأقسام أنها بيو مناخية بيوكليماتيك كيف ذلك؟ أن هذه الأقسام تم تشييدها وبناؤها من خلال من تراب المنطقة من بيئة المنطقة ممزوجة بالطين والتبن كما سنشاهد فيه هي تحافظ على البرودة في فصل السيف وكذلك على الدفت في فصل الشتاء في فصل الشتاء هي منظمة فرنسية صاحبة الفكرة ويتدعم هذه الأقسام بدأت العاملية منذ سنة 2013 إذن هو مشروع صلاح فريد من نوعه يعتمد المواد الطبيعية في تشييد فصول دراسية إيكولوجية للتعليم الأولي والابتدائي حيث تعتمد عملية البناء على مادة الطين والخشب الطبيعية المتواجدة بالمحيط البيئي للمؤسسة التعليمية المشروع هو نتاج تعاون بين فرنسا والمغرب أضحى اليوم حقيقة إيكولوجية تتفرد به منطقتين من أجادير إلى الواحات الطبيعية لورززت بجماعة إيدلسان فصل دراسي آخر للتعليم الأولي اعتمد إدماج الموروث البيئي والثقافي لبناء وحداته الدراسية أما عملية البناء فتتم بالطريقة الأمازيغية التقليدية إنها بناية إيكولوجية اعتمدت مواد طبيعية محلية وبخصوصية البناء التقليدي المتوارث بالمنطقة الأقسام البيومناخية للتعليم الأولي مشروع رائد لمجموعة من المتدخلين واستجابة بيئية لتسريع وثيرة التعليم يأتي في مجال من المجالات ديال الرؤية الاستراتيجية التي نحن بصدد تنزيلها على الصعيد الإقليمي 2015-2030 خاصة المشروع 11 اللي هو توسيع وتسريع وثيرة التعليم الأولي مشاريع المؤسسات التعليمية الإيكولوجية بدأت تتوسع بالتدريج لتشمل مختلف جهات المملكة إنها مدارس مندمجة تمام الاندماج في محيطها الثقافي والبيئي